موسيقى How does a capacitor discharge Discharging the capacitor هو عنوان هذا الفيديو كل ما شفنا بالفيديو الماضي كنا عم نحكي عن تشارجينج للكاباسيتور وكنا ماخدين هادا الاجزامبل اللي شايفينه بالصورة وكنا عم نقول انه لحتى نعمل عملية انا عاش قلب المريض لازم الكاباسيتور بالبداية نشرجه وشفنا كيف بيتشرج ونرجع نوصل الكاباسيتور لتشرج على صدر المريض لحتى يناشله قلبه وبالتالي نحن بايدا الفيديو حنشوف كيف بيتم عملية الدشارجينج يعني نحن حنحتاج نفس الاكوبمنت اللي كانوا معنا وهالمرة حنعتبر القلب هو عبارة عن رزيستور أوف رزيستنس آر برايم ومننا نعتبر انه الكاباسيتور فولي تشارجد وعنده الفولتج اكروس مثل ده كاباسيتور ايكول تو اي وحنعتمد على نفس الفولت ميتر ونفس الام ميتر بنفس التوصيلات اللي كانت عندي وحنبلش بالملاحظة تعيدنا تعيد شو اللي حيصير بالكرنت وشو اللي حيصير بالفولتج نشوف حنوصل اول شي السويتش على البوزيشن تو ونراقب الكرنت والفولتج بنفس الوقت فحنتخلص كاكيد من بالفولتج سورس والريزيستور الاولينة وحنوصل سويتش على قوزيشن تو شو منلاحظ منلاحظ انه الفولتج كانت ماكسيموم وبلشت تصغر لتصير زيرو وعى ستادي ستايت اختفى لتشارج بس كمان نلاحظ شغلي تاني اذا نرجع منعيد السيميليشن عندي اياها او الانيميشن انه الكرنت بلش من نيجاتف فاليو وهيدي نيجاتف فاليو عم تكون بري هاي وعم بتبلش تصغر لتوصل لزيرو يعني مش بمعنى تصغر تصغر الابسلوت فاليو طب شو يعني نيجاتف كارنت انه احنا مش مرق معانا شي اسمه نيجاتف كارنت بس هيدا النيجاتف هو قراءة الامميتر عم بتكون بالنيجاتف معناته الكارنت ما عم بيفوت بالامميتر متل ما كان عم بيفوت فيه بـ لهاك الكارنت حيكون اتجاهه بالديسشارجينج كيف؟ حيكون بعكس التشارجينج ليش؟ لانه هايدي التوصيلي فرجتني انه الكارنت بدل ما عم بيكون ظاهر من الـ فايت من الـ فايت على الـ عم بيكون ظاهر من الـ ورايح صوب الـ او بمعنى تاني نحنا بنعرف انه الكارنت لما بيفوت بـ من هاي الجهة يعني من اليمين على الشمال هيدا بدي يعطيني نيجاتف واذا كان طالع من الـ يعني من الشمال على اليمين بيكون كارنت بوزيتف وبالتالي اتجاه الكارنت هون شو بتغير فاكر مال نحنا ما نضيع بقصة انه نيجاتف كارنت وشو عم بيصير فيها لهيدا نيجاتف كارنت وندخد ابسولد فاليو هاك سيمبلي هنعيد الـ ولكن هالمرة هنزيح الـ على جهة الـ بهذه الطريقة حيطلع عنا الـ positive للكارنت ونرجع نعيد الـ وهلا نرجع نرائب مرة جديدة شو عم بيصير معنا لما نوصل الـ الـ current مثل ما شايفين بهذه الطريقة هتكون الـ circulation وقيمتها هلا صارت positive من بعد هيدا التوصيل الجديدة كانت maximum وبلشت تتقل لصارت 0 والـ كمان نفس القصة كانت maximum وبلشت تتقل لصارت 0 بالمختصر ازا ما نختصر كل شي صار معنا حيكون في عندي على t equal 0 الـ voltage كانت max وصارت تتقل شوي شوي لصارت 0 بالنهاية الـ graph هيكون شكله هيك هتبلش من maximum و decreases exponentially لحد ما تصير 0 بنهاية الـ بينما الـ current بهذه بهذه التوصيل الـ حتكون maximum بالاول تخفى شوي شوي لتوصل لـ 0 بالاخر كمان يعني الـ current بالـ charging والـ discharging هتبلش من maximum وتوصل على الـ 0 بس شو الفرق بين الـ 2 انه بالـ charging بتكون اتجاهها عكس من الـ discharging بالـ charging بتكون فيتي على positive plate A وبـ discharging بتطلع الـ current من positive plate A هايدي هي الملاحظة اللي شفناها بالـ discharging طيب شو السبب او شو التحليل المنطي الفيزيائي طبع هايدي النتايج هنشوف متل ما شفنا المرة الماضي هنرجع هنشوفها المرة على حالة الـ discharging بالبداية قبل ما نوصل الـ switch على position 2 شو كان عندي كان عندي الـ capacitor مفول معناته هون في عندي مجمعين الكترونات كتير وهون في عندي نقص الكترونات كتير طيب بنقول انه الـ capacitor لما ما يكون موصول بحاولوا الـ electronic شو يعملوا ينطوا لعند المطارح الفاضية اللي موجودة هون يعني الـ positive عم بيحاول يشد الـ negative اللي عنده بس ما عم يقدروا يوصلوا بسبب وجود اكيد الـ insulator اللي هو الـ dielectric طيب شو اللي حيصير حيضلوا هادي ناطرين لحد ما نرجع نعطيهم طريق ليروحوا من خلاله ليرجعوا محلاته هيدا هيدا الحالة اللي هني فيها ما نسميها انه هني مثل كأنه محرقسين وحاولوا يعملوا شي مسميه الـ equilibrium electric state يعني بدي يحاولوا يرجعوا مثل الكيس اللي كانوا فيه فمجرد ما نحنا نوصل الـ switch هيدول الـ الالكترونيات لقوا طريق جديدي وان هي هيدا الطريق هي هاي فالالكترونز هيمشوا بالقلب ويرجعوا على مطرفهم اللي كان فيه من اساس لهيك هيدا هو السبب انه الـ direction الـ current بهيدا الشكل لا لانه الـ direction وبعكس اتجاه الـ electrons وحركة الـ electrons عم بتكون بهيدا الشكل اكيد الـ current by convention هتطلع بهيدا الشكل عشان هيك بتطلع الـ current من بلايت A وبتروح على البلايت بي فلما هيدا الـ electron بيوصل على البلايت A شو هيعمل هيعبي مطرح النقص وبالتالي كل واحدة أو minus يعني هون شو هتعمل هتلغي البلاس اللي هون ثاني كمان هيدغي البلاس التاني التالت هيروح هيدغي البلاس التالتي هيدا العملية هتظل مستمرة لحد ما اخر شي كل الالكترونات اللي كانوا هون يعبوا المطارح الفاضي اللي صارت هون هيدا بهيدا الحالة صار عندي عدد الالكترونات قد عدد البروتونات البلايت ستنا وبالتالي الكاباسيتور حيصير النيوترال. لنحكي عن الكارنت. الكارنت حيكون ماكسيموم. يعني الفلو حيكون ماكسيموم للالكترونات بالقلب. وحيضل يخف شوي شوي. أو حيصير يخف شوي شوي. هيدا الفلو لحد ما يوقف بالآخر لما بيصير الكاباسيتور النيوترال. لما بيصير الكاباسيتور النيوترال. الكارنت will become zero. أما بالنسبة للفولتاج. كانت ماكسيموم بالبداية. بلش يخف لتشارج طبعا كل لأن عم بيخف عدد الالكترونات اللي هون والديفيسط اللي هون. يعني بمجرد ما خفت شارج حيخف الفولتاج. يعني بيعتمد بيعتمدوا لبعض. لحد ما بالنهاية بس يصير نيوترال الكاباسيتور. معنات الشارج صارت zero. وبالتالي الفولتاج صارت زير. هيدا هو السبب يلي خلاهن يقلوا اتنيناتهم. الكارنت والفولتاج. الكارنت من ماكسيموم لزيرو والفولتاج من ماكسيموم لزيرو. وبهيدا العملية شو عم بيصير لما عم يمرؤوا كرير القلب هون مثلا نقول لمبة. شو حيصير بالبرايتنس طبع هيدا اللمبة. شو حيصير بالضو طبع هيدا اللمبة. هيدا الحالة ساعتها حد. خلي عندو اللمبة تضوي بشكل قوي بالأول وتخف تدريجيا لبرايتنس لحد ما تختفيه بالاخر. هيدا كمان فينا نشوف اكزامبل طبع الفلاش اوف اي كاميرا. الفلاش للكاميرا بتلاحظوا انه بيضوي بقوي وبيخف اخر شي بيخلص وهيدا الشي بيكون بشكل سريع طبعا. اوكي. هيدا هو الفيزيكال كونسب طبع الدس شارجين اوف اي كاباسيتو. خلينا نشوف الماثماتيكال انتربيتيشن نحنا بنعرف انه فيه لو للفولتاج اسمه لو اوف يونيكنس يلي بقول انه الفولتاج across the capacitor is equal to the voltage across the heart which is supposed to be a resistor of resistance r prime. وبالتالي صارت الفولتاج across the capacitor بتسيوي r prime times i. يلي هي بيومزلو u r equal r prime times i. فهيدي اول relation هي relation تاعت الفولتاج بالنسبة لكرانت وخلينا نشوف الريلاشن للكرانت بالنسبة لفولتاج هي uc على r prime. فطبيعي بالبداية متل ما اتدفعنا إذا uc equal e l i شو حتساوي e على r prime. دهي حتكون maximum. أما بالنسبة للcharge فطبيعي حتكون maximum و بتساوي capacitance times e. هايدي اجد من انه الcapacitor was fully charged وبايدة voltage source اللي عنده maximum voltage e. ومع مرور الوقت الفولتاج حتبلش تخف لأنه تشارج طبيعة الحالة عم بيخف وحتي يصير neutral بالنهاية معنى تشارج صارت 0 والuc صارت 0 وإذا الuc صارت 0 هايدي بيعني انه current صار 0 وبنفس الوقت فينا نشوفها بمنظور تاني انه نحن الفلو of electron موجود بالنهاية وبالتالي current 0 وإذا current 0 معنى voltage 0 هايدي هو discharging of the capacitor اشترك